السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكل متتبعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا اليوم الاخوان سنتحدث عن رد قوي من صاحب جلالة محمد السادس حفظه الله علاقة على استفزازات فرنسا وتطورات مفاجئة ولقاء مغربي روسي حول ملف الصحراء المغربية فابقوا معي الاخوان شوفوا تفاصيل هذا الموضوع ولكن دائما كنتمنى منكم أنكم تدعموا هذه القناة بالضغط على زر إعجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك طبيعة الحال إلى كهمكم المحتوى على بركة الله سنتحدث عن الموضوع اخواني اخواني فرنسا فرنسا هي رسل حربة واللي رجعت اليوم كاتشن حرب عالنية على المملكة المغربية الشريفة وها هي اليوم كاتشن حملت صامتة في الهيئات الاوروبية بعدما العالم كامل قال ان المغرب ما عنده حتى شي علاقة بالبرنامج دير بيغاسوس اسبانيا بدورها بقرار قانوني ورسمي قالت فيه باللي المغرب بريء من هاتتهمة ففرنسا تحاول إلساق التهمة في المغرب والخروج بإدانة من البرلمة الأوروبي فبالفعل هي حرب جبانة واللي كيخدها المستشار الإعلامي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكخون في البرلمة الأوروبي على مدى شهور ماضية فالمستشار الإعلامي للرئيس الفرنسي الصبي ماكخون كافح وهو وبعض النواب باش يلقوا ضحايا مفترضين للتجسس وممكن انهم يستعملوا غير الخوانة بحال هادو اللي كنشوفوهم على منصات اليوتيوب وكنحشمو القولو على انهم مغاربة هاد المسؤول فرنسي ومعه العديد من النواب الأوروبيين جمع شلهبية جمع شهود زور واللي يقدروا انهم يدلوا بشهادات امام البرلمة الأوروبي حتى وبدون دليل بشأرة عدم الادلاب الهوية ديالهم هاد حوتالة البشر خلك انهم ممكن يشهدوا على اي حاجة المهم انهم يشدوا الفلوس وخل الامر لا يمسهم وبالتالي غد ينفهموا ان هاد المساومة الجديدة ديال البرلمة الأوروبي ضد المغرب خطيرة جدا وانها محاولة لإدامة المغرب على الرغم من التحقيق مازال مسالش في هاد القضية وكذلك المفوضة الأوروبية سبقات علنات عدم اختصاصها في التعامل مع الأنشطة الاستخباراتية لدول أعضاء واللي قالت على انها كتحتمد على أنظمة مستقلة في التعامل مع حكومتها يعني فرنسا الخبيطة والجابانة الظاهر انها كتعاني من مرض مزمن مرض النفاق انفصام سياسي فماكرون يكوي من باريس والسافير الفرنسي بالمغرب يبخ فهذا الأخير خرجوا قال باللي فرنسا ما عندهاش علاقة بالبرلمة الأوروبي ولا بالتوصيات أو بالإدانة ضد المغرب بخصوص حقوق الإنسان حقوق الصحفة حرية التعبير وكيقول أن فرنسا ما عندهاش علاقة وكيبر فرنسا وأضافوا قال أن هذا الأمر لا يلزم فرنسا على الرغم أنه تم نقله بشكل أساسي منطرف أعضاء برلمانيين وأعضاء لمقربين من السلطات الفرنسية يعني مقربين من الإلزي بالتالي في السياسة الفرنسية الفاشلة والمضللة هو نظام منافق عنده جوجوجو لهذا إخواني أخواتي غاد يخرجوا واحد البلاغ صارم لقاء الاستفزازات الأخيرة بتعليمات من صاحب جلالة محمد السادة حفظاه الله حسب البلاغ فإن إنهاء مهام بن شعبون اللي هو السفير المغربي بفرنسا جاءت بتعليمات من الملك وكان سريا المفعول ابتداءا من 19 يناير الماضي إخواني أخواتي اللي متبع هذه القضية فغاد يذكروا هذا التاريخ أنه نفس اليوم اللي صدرت في الاستفزازات من داخل البرلمان الأوروبي يعني في نفس اليوم نفس اليوم تم إصدار تعليمات من صاحب الجلالة بإنهاء مهام السفير المغربي بن شعبون بفرنسا وحتى هذه اللحظة لم يعلن على تعيين سفير جديد في فرنسا وهذا هو القرار السيادي ماشي كان تكلموا على المصرحية للسفارة في الجزائي اليوم أصبحت بدون سفارة لا في المغرب لا في إسبانيا ولا في فرنسا هذا النظام الحاكم اللي اجعل من البلاد دولة مريقة وأظهر للعالم أنه فاقد للبوصلة فهذه الخطوة الجزائرية يعني سحب السفير للتشاور لم تشير له القنوات الفرنسية وكأنها لا حدث حيث أصبها عندهم هذا سحب السفير وعودة السفير بحال روتين لا يتير الصحفة الفرنسية فتهرب النشطة الجزائرية أو النشطة الجزائرية دو جنسية فرنسية من فوق الأراضي الجزائرية من بعد هذا الشي من فوق الأراضي التونسية كيكشف عن الحقيقات كيف ينضل فرنسيين للجزائر وكيف يتعاملوا مع هذه العصابة فمنظمة حقوقية وصفوا أن الوضعية ديال حقوق الإنسان بالجزائر أمر مقلق للغاية أكثر من أي وقت وفي ظل انتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أما بخصوص زيارات وزير الخارجي الروسي هذه الزيارة ديال لافروف لموريطانيا لحظيت باهتمام كبير لسيما مع تحول موريطانيا إلى محور استقطاب شديد بين موسكو والغرب في منطقة الساحل فالزيارة ديالوزير الخارجي الروسي لافروف تستهدف جس نبض ديال موريطانيا لجرها يسف روسيا في صراع دائر بين روسيا والغرب حول منطقة الساحل لكن اللي تتضح أن موريطانيا غير مستعدة لدخول هاد المغامرة واللي قد يتعرضها لضغوطات غربية شديدة موريطانيا غير قادرة لتحمل هاد ضغوطات فاللي ممكن أن يتحقق لروسيا هو الحصول على تحهدات موريطانيا بعد الإنخيرات في محاصرة روسيا في المنطقة والرفض مقترح مشروع قاعدة لحلف الأطلسي على ترابها وزير الخارجي الروسي لافروف قال على أن الموقف الحيادي لموريطانيا كيمكنها من حل حالة الوضع في العديد من القضايا في منطقة الساحل وقضية الصحراء المغربية فوزير الخارجي الروسي لافروف قال أن البلد يلك تحترم قرارات قيادة موريطانيا وأنها كتتخذ بعين اعتبار وجهة نظر موريطانيا في قضايا وأزمات القرى الإفريقية خاصة تلك القريبة منها وتحدث عن الإرهاب بالساحل وأشار إلى مساهمة موريطانيا في البحث عن حل للأزمة دي الصحراء المغربية والخطوات لكتخذها موريطانيا لكسر الجمود في عملية تسوية في الصحراء المغربية وأضاف المسؤول الروسي وقال روسيا كتدم أصدقائها في إفريقيا انطلاقا من أن كونهم مهتمين بمساعدة روسيا للهوم هنا لكي تضح من الحادثة دي الوزير الخارجي الروسي لافروف أن القيادة دي الموريطانيا وضحات للمسؤول الروسي أنها لا تستطيع تحمل تكلفات إنحياز لأجندة روسية في المنطقة وأنها تفضل الاحتفاظ بمسافة حيال التنافس الجاري بين روسيا والغرب أمام تحفظت موريطانيا على الإنخراط في أجندة روسية في المنطقة الساحل المسؤول الروسي لافروف أكد احترامه لقرارات موريطانيا لكن في المقابل كانت روسيا حريصة لعرض إغراءات في مقدمتها تطوير العلاقات الاقتصادية واللسيما في مجال الطاقة مع موريطانيا وهذا الشيء اللي بين في المؤتمر الصحفي اللي عقده وزير موريطاني ووزير الخارجية الروسي لافروف واللي يركز على الجانب الاقتصادي فللعودة للموقف الموريطاني والموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية فموقف موريطانيا هو موقف معروف كتقول باللي هي كتلتزم بالحياد الإيجابي أما روسيا بدورها كتلتزم بالحياد في قضية الصحراء المغربية ودعت لبدل المزيد من الجهد من أجل تسوية عادلة لقضية الصحراء المغربية فاللي كيبان أن موسكو كتبحت لنفسها دور أكبر في حل قضية الصحراء المغربية خلال الفترة الماضية والأمر اللي كيأكده من خلال تحركة وزارة الخارجية الروسية من أجل إيجاد مقتراحات لتسوية هذا الميلف ولهذا وزير الخارجية الروسي يجبط الميلف ديال الصحراء المغربية مع روسيا في حين كان نائبه يعني نائب ديال وزير الخارجية الروسي لفروف كي يناقش الموضوع ديال الصحراء المغربية مع السفير المغربي بروسيا وللتوضيح أكثر راقضية الصحراء المغربية شكلة محوار مباحثة جمعة ما بين نائب الشؤون الخارجية الروسي والسفير المغربي بروسيا وفي هذا الصدد أبلغ بلغ من وزارة الخارجية الروسية أنه جرى بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر في القضايا الرهينة ذات الاهتمام المشترك والواردة في جدوى الأعمال الأمم المتحدة وأنه تم إعطاء اهتمام خاص للتطور الأوضاع في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والسحيل بما في ذلك تسوية الصحراء المغربية فإخواني أخواتي بالنسبة لقضية الصحراء المغربية فقد حسيمت فهذا الشي اللي كتدير العصابة الحكمة بالجزائر كتحول من خلاله إطالة هذا النزاع ومعاناة الساكنة وكي بيعوا لهم أوهام وقد يبقوا في أوهام أما بالنسبة للميل في الصحراء المغربية فالحمد لله فقد حسيمة إخواني أخواتي حتى اللي هناك نكون وصلنا النهاية لهذا الفيديو كنتمنى منكم أنكم تدعموا هذه القناة بالضغط على زر إعجاب والبرتاج كذلك بالاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته